وفقا لمصادر إسرائيلية وفلسطينية فإن قائد كتائب القسام محمد الضيف أحد مؤسسي الحركة يحتل المرتبة الأولى على رادار الجيش الإسرائيلي اسم ليس جديدا فالضيف لا طالما كان هدفا لمحاولات اغتيال سابقة حتى لقب إسرائيليا بالرجل ذو التسعة أرواح وذلك لأنه نجى من أربع محاولات اغتيال فقد على إثرها قدميه ويده وإحدى عينيه وفي الترتيب الثاني على قائمة أهداف إسرائيل يأتي مروان عيسى أو رجل الظل كما يلقب وهو نائب قائد كتائب القسام رجل الظل تصفه إسرائيل بأنه المسؤول الأول عن تطور التكنولوجي الذي وصلت إليه حماس ولا يعرف الموساد له إلا صورة واحدة فقط في المرتبة الثانية يأتي قائد الحركة ورئيسها يحيى السنوار الذي يعد من الأعضاء المؤسسين حيث اعتقل ثلاث مرات كان آخرها عام 1988 ليخرج عام 2011 بصفقة الجندي جلعات شليط وبالحديث عن الأعضاء في المكتب السياسي يحتل خالد مشعل الترتيب الأول في بنك الأهداف الإسرائيلية حيث استطاع عبر علاقته مع طهران خلال السنوات الماضية حشل دعم اللوجستيين للحركة منذ تأسيره